وكوزير الخارجية سامح شكري بمواصلة تنمية وتطوير مهارات الكوادر البشرية المنقولة للعمل في العاصمة الإدارية عبر البرامج التدريبية المكثفة المخصصة لهم جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من مساعدي وزير الخارجية وكبار مسؤولي الوزارة بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي إطار الانتقال التدريجي للوزارة للعمل من مقرها الجديد طالب شكري قيادات الوزارة بالاستمرار في الدفاع عن المصالح المصرية في الخارج وبمواصلة الترويج لما تشهده مصر من طفرات غير مسبوقة في مختلف المناحي وذلك في ظل رؤية الجمهورية الجديدة